بسم الله الرحمن ورحيم. أهلا وسهلا بكم. النهاردة معادنا مع فيديو جديد في معلومة جديدة بكتلمك عن أم قويق. إيه هي أم قويق؟ وليه ما فيش أبو قويق؟ بقول لك أم قويق دي طلعت طائر من الطيور صوتها زي وقوقة الأطفال. أم قويق طلع طائر من الطيور. طائر البومة. البومة الصغيرة دي بنسميها أم قويق. ليه؟ بنقول صوتها شبه وقوقة الطفل. أم قويق بتعيش في الأماكن المفتوحة. ممكن تكون أماكن صحراوية أو غير صحراوية. ممكن كمان في الأماكن ال� الزراعية. ما بتحبش تبقى في الأماكن اللفاها شجر كتير وكسيف. بيتم التكاثر بين الزكر والأنثة في شهر فبراير. أم قويق بتضع بيض حوالي من ثلاثة لست بضغط. العجيب والطريف إن الزكر بيقوم على مساعدة أم قويق. بيقوم على مساعدة الأنثة طول فترة النقاها بعد البيض. بتتغزى أم قويق على الحشرات على الخنافس على الجراد وكمان بعد القارض. بيض أم قويق بيتحول إلى أفراخ وتقدر تطير بعد ثلاثين خمسة وثلاثين يوم.